سألني بعض الإخوة قال طبيعة عملي الليلة لا يسمح لي أن أحيي الليلة إحياء مفصلا بما تنصحني في دقائق أريد أن أحيي الليلة ماذا أصنع أقول عليك بالأعمال الثلاث فما زاد فهو فضل عليك بالأعمال الثلاث الليلة من كان مريضا من كان في السيطرة يراقب أمن البلد من ليس له وقت كافي عليه بهذه الأعمال الثلاث أولا صلاة الركعتين سبع مرات سورة التوحيد ثم بعدها قل كما في الخبر لا أستغفر الله ربي وأتوب إلي قل أستغفر الله وأتوب إلي ما قام من مقامه إلا وقد غفر له لا له لأبوي هذا العمل الأول التزم به العمل الثاني دعاء المصاحف أيضا بتوجه هذا العمل حد كبار العلماء من المراجع الماضين سمعته يقول دعاء رفع المصاحف الهجبها طوال العام في كل الحوائج القرآن على رأسك وعلى لسانك ذكر أهل البيت بك يا الله إلى الإمام المنتظر إذن هذه الصيغة من الدعاء نافعة في كل الأحوال هذا ثانيا وثالثا اختمها بزيارة الحسين عليه السلام هذه الليلة سور الحسين بتوجه هذه الليلة تهى حديثي